موسيقى ألميز بخامس سنة ومؤسس ومنظم الحفل أميليو عيد موجود معنا اليوم أهلا وسهلا فيك حفل جوائز الأفلام اللبنانية يلي كنا دايما ننبسط ونحلم فيه صار حقيقة من خمس أديشنز لليوم عم نشوف أفلام لبنانية من مختلف الفئات عم يتباره وعب يربحه كمان بمختلف الفئات بلشت هالفكرة من خمس سنين وعم بتتحسن تدريجيا أده كانت صعبة بالأول على فكرة أميليو كانت صعبة كتير يعني كنت بعدنا بالجامعة وكان عمري 19 سنة وستب باي ستب يعني صرت شوف وين لازم حسين كيف ينا نوسع والأفلام اللبنانية يعني كمان عم يتطوروا سنة وراء سنة ونحن عم نتطور سنة وراء سنة يعني أكيد من خمس سنين لأهلأ صار الإفانت شوي أهيان بس في شغل كتير أكيد للتحضير يعني متل ما كنا عم نحكي أنا السنة الماضية كنت موجودة بيها الإفانت الأفلام يعني عن جد من خلال هالحفل هيدا كمان عم يتشجعوا بالسينما اللبنية الإنتاج اللبناني أنه يكونوا عم يعملوا أحسن وأحسن لأنه قد ما يتكرموا بره حلو كمان الإنسان يتكرم ببلده فمنشان هيك السنة الماضية يمكن كان من أكثر للسنين اللي فيه أقبال فيه أفلام كتير كانوا تذكرنا شوي بكام فيه كان فيه خمس أفلام ما عم يتبيروا على المنافسة كان من بيناتهم فيلم باريزيان فيلم لسن يلا عقبالكم الشباب لنيبها العرقجة فيلم ناطس وبالحلال كمان وبالحلال كمان كمان اللي أخد جوائز كتير السنة مين عنا شو الكاتجوريز ومين الجوري اللي رح بيكون موجود معك السنة رح يكون فيه تان كاتجوريز ورح نتعرف عليهم هلأ ورح نملش ب The First Category اللي هي بس ساونتراك والمرشحين عن هيد الفئة هو زياد بوتروس لفيلم سوليتار سينتيا زافين عن فيلم ترامونتان جوليا كاسيا عن فيلم The Traveler وإريك نيفو عن فيلم The Insult يعني هون إذا قد تعرفنا تقريبا شو هنال الخمس أفلام أو الأربع أفلام اللي رح يكونوا عم يتبيروا بس هيد السنة فيه سبع أفلام مرشحين وبالكاتجوريز هي بس ساونت ديزاين إيميل عواد عن فيلم One Hundred and Four Wrinkles رانا عيد عن فيلم ترامونتان بياتريس حرب بياتريس ويكسوري عن فيلم Go Home مكسانس دوسير عن فيلم The Traveler ورانا عيد أيضا عن فيلم The Insult يعني ممكن يكونوا مش لبنانيين بس المسيقة لفيلم لبناني مزبوط هلأ مثلا في بس لبنيس دايركتور هيدا الفئة لجب يكون لبنانيين لبنانيين مزبوط لأنه الآن في أشخاص عم يشتغلوا على الفيلم من خارج لبنان خيان كميل بس بروداكشن ديزاين ألسي مكرزل عن فيلم سوليتار مايا خوري وإيميليس خناخ عن فيلم The Traveler مزبوط وحسين بايدون عن فيلم The Insult نحن كمان عم نشوفهم لأنه على السكرين محضر لنا عن فئة The Best Wardrobe هذه الفئة الجديدة لهذه السنة ما كانت موجودة السنة الماندي في بياتريس حارب عن فيلم سوليتار لارا ماي خميس عن ثلاث فئت يلي هنه فيلم تراموطان The Traveler و The Insult وكان مشاركة مع بفيلم The Traveler كارول بوشار لأنه هنه صوروا بين لبنان وبين فرنسا مزبوط أما عن فئة Best Editing فادي حداد لفيلم سوليتار نادية بن راشد عن فيلم تراموطان برونو لوفافر عن فيلم The Traveler ودومينيك ماكهونب عن فيلم The Insult معنيتك كأنه الأفلام محددين وعم ناخد الكاتيجوريز من قلب هالأفلام يلي عم بتكون عم تتبارى وأنا بدي أقول لك قبل ما نتابع قدي بيكون الحماس يعني اللي عم يحضروا حتى بيكونوا موترين بدون نشوفوا مين من يلي بيعرفون عم يربح مزبوط والإنتاج كمان أهم شي يعني عم نقدر نعرف من خلال هالحفل هيدا شو يلي مهم شو هن العناصر المهمة لحتى يكون فيلم ناجح وأكيد منشوف أنه هالعناصر مجتمعة كلها لحتى تعمل فيلم مية بالمية يكون نومبر وان أو يكون متفوق على غيره كيف لقيت الأفلام السنة بالنسبة للسنة الماضية؟ كل سنة عن سنة عم يتطور ومثل ما عم تقولي حضرتك يعني عن جد الفيلم إنه بس مخرج أو منتج يعني مش ناك كل سنة نحنا عم نضيف فئات مثل سنة الماضية كمان زدنا بس بس بروداكشن ديزاين واللي قبله ساوند ديزاين وسينواتوغرافي وهذا السنة ووردروب لأن الفيلم بياخد كثير شغل وفي كثير كثير أشخاص بيطعبوا على إنتاج الفيلم ويكون في تحضير قبل 3-4 سنين يعني الفيلم هلأ ستيل بورني يلي نزل من أسبوعين على الصلاة اللبنانية صار له أربعة سنين عم يتحضر له فأكيد الأفلام عم تتطور وسنة عن سنة عم نشوف أفلام أحسن وأحسن وإذا ما كانت المكافأة دايما مادية حلو تكون كمان مكافأة معنوية؟ مش دائما في لبنان الفيلم بياخد حقه بالصلاة السينمائية يمكن بيطلع من أول أسبوع أو ثاني أسبوع بيشلو من الصلاة السينمائية فحلو الواحد يتكافأ ويعني كمان هلأ رح نتعرف على الجوري بعد شوي كمان حلو يتكافأ من الأشخاص يلي بيشتغلوا معه بالدومان بعض عنا فئات نذكر شوي منهم قبل ما نحكي عن الجيري وعن طريقة التصويت وطريقة الاختيار أيضا رح نشوف هن آخر ثلاث فئات وهي باست انسابل كاست باست ديركتر وباست موشن بكتر أفضل في المبناني وباست انسابل كاست في فيلم سوليتار فيلم ترامونتان فيلم هفن سانت وذي انسالت أما عن فئة باست ديركتر سوفي بوتروس فاتشي بولغورجان جيهان شهايب هادي غندور وزيادة دوائري وبآخر فئة وهي باست لبانيز موشن بكتر مرشح فيلم سوليتار ترامونتان هفن سانت The Traveller و The Insult كيف عم بتم اختيار هالأفلام وكمان الكاتيجوريز مين عم بيكون الجيري اللي يختار وهل هو نفسه الجيرية اللي عم بنتخب؟ الجيرية اللي عم بيختار الأفلام المرشحة هو كتير صغير نسبة للجيرية اللي عم تصوت للأفلام ومتل ما شفت يعني هنز تقريبا سبع أفلام عم يتبيروا فيه بكاتيجوريز معيني يمكن فيه كان ثلاث مرشحين وفيه كاتيجوريز خمسة أو أربعة والجورية اللي عم بيصوته للأفلام رح نتعرف عليهم من خلال الصور بنبلش مع يمكن ايميل شهين وطلعوا الصور ايميل شهين فليب عراق تنجي سام لحود فادي أبي صمرا حسان امراد بيار رباط زميلكون كارول عبود دانيال عربيد دارين حمزة زينة دكاش بيخل عنك زينة دكاش غيدة مجزوب يمكن الاسم كتير واضح ماريو جونيور حداد وزميلتك نيبال عرقجي صديقتي المقربة جدا نيبال عرقجي اللي فعلا كلهم عندهم هالمصدقية انه يكونوا بلجيري فيه ناس بيقدروا يصوتوا او بيصير بس الاختيار من قبل لجنة التحكيم المزوط الاختيار كان فيه قبل فئة بس بس هيدا اخر سنتين شلنا هيدا الفئة تيكون بس التصويت من خلال لجنة الحكام تيكون فيه مصدقية اكتر للتصويت قدي بيع التكتس او قدي هالفيلم بيع بيلعب دور بانه يكون موجود او انه يتم اختياره ولا ما عم تاخدوا ابدا هيدا المعيار لا مش بالضرورة يعني بتشوف يمكن حتى برا بامريكا او غير بلدان يمكن فيلم مثل ترانسفورمرز بيجيب مئة الالوف على بوكس اوفيس بس مش ضروري يكون مرشح لجهزة الاوسكار ونحنا كمان يعني لازم يكون فيلم عنده قوليتي معينين تيكون عم يترشح يعني عم تاخدوا المعايير يلي مية بالمية علمية فينا نقول الاشياء يلي عم ينشغل عليها كصناعة سينما اليوم اكيد انت موجود مع الكل وعم بتتابع مع الكل دايما ان كان من منتجين من مخرجين من كاتبي سيناريو سيناريست او حتى الممثلين كيف عم يتطور عالم السينما اللبناني وهل بعد فيه شكاوى كبيرة مثل اللي كنا نشوفها قبل كمان عم يتطور شوي شوي يعني متر ما عم قلك انا بلاقي اكتر صعوبة للأفلام اللبنانية هو التوزيع يعني يمكن المخرج يلي ببعض الاوقات بيكون كمان هو البروديوسر للعمل صعب كتير يوزع الأفلام وعرفي أفلام يمكن صار لثلاث او اربع سنين خالصة وانت هي ونطرة تتوزع بالصالة اللبنانية وعم بلاقي كتير صعوبة وخصوصا انه مثل ما بتعرف الفيلم اللبناني اذا ما انه كتير كوميرشل دغرب ينشال يعني ما بياخد مردوده وحقه بالصالة اللبنانية فمشان هيك انا بقول يعني التوزيع بعض أصعب من الانتاج مضبوط يعني الانتاج نحنا عم نشوف أفلام كتير كتير حلوة ايضا كانت كوميرشل يعني فيه اشخاص كتير بيونبسطوا فيها او فاستفل موفيز يعني بتروح نحنا منروح منشاهد هالفيلم وما منعرف شو ساير منقول يا انتاج ضعيف يا انتاج عالي يا كتابي منيحة على سيرة الكتاب بفتكر بعض عنا اتنين كاتيجوريز بدنا نشوفهم عن الكتابة والسينماتوغرافي خلينا نشوف مينيا اللي كمان مرشح عليهم بسينماتوغرافي موريال أبو روس عن فيلم 104 رينكلز جيمز لي فيلن عن فيلم ترامونتان توماس توفي أوريليا عن فيلم Go Home وفيلم The Insult وصارو فرجابديان عن فيلم The Traveler وبس رايتينغ عن كتابة الأفلام في صوفي بوتروس ونادي عليوات عن فيلم سوليتار فاتشي بولغوروجيان عن فيلم ترامونتان ويسام شرف عن فيلم Heaven Sent هادي غندور عن فيلم The Traveler وزياد دوائري وجوالتوما عن فيلم The Insult بترشح ناس أكتر من ناس أو بتحس من خلال الأفلام تأمين لو أنه في أفلام رح بتتفوق أكتر من غيرها برشح ناس أكتر من ناس يعني بتقدير تحذر من هلأ مين رح يربح أكتر شي لأن في سنة الماضية كان في ناس مسيطرة على الجواز مضبوط يمكن سنة الماضية بحيث يمكن كان فيلم Listen أخذ أربع جواز من أصل تسعة يمكن لأنه كان آخر فيه نازل بالصلاة السينمائية وكان بعض أخي الضجة ممكن هذا كان سبب هذه النتيجة لكن هذه السنة سيجد حامية بين The Insult وكما هلأ تحضر لأسكار وأنا أجد أنه يترشح فعليا لجهزة الأوسكار وكما فيلم ترامونطان اللي راح كمان على مهرجين كان فيلم فاستيفل أنواع الأفلام محطوطة أو مرشحة من أي فئة الفيلم هل 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 فيلم كوميدي في من كل الفئات يقدروا يكون الأفلام اللبنانية اللي يترشح ولم نأخذ فئة معين إذا الفيلم يتميز بالكتابة أو بالإخراج أكيد يترشح مثلا فيلم سوليتار عنده أيت نوميناشنز بس ممكن يكون فيلم يتفوق بمحلات معينة أو فيلم جو هوم عنده ثلاثة نوميناشنز يتوفق كمان بمحلات معينة ثانين فمشناك نشوف النوميناشنز يتغير بين الأفلام ومش كل الأفلام مرشح بكل الفئات فالفيلم اللي يتميز إذا كان كوميدي أو إذا كان دراما أو ثريلر ممكن يتميز بمحل أو بمحل تاني أنا أريد إليك جود لك جود لك لكل الأشخاص المرشحين كمان وإن شاء الله دائما صناعة السينما اللبنانية تكون لقدام وأفضل وأفضل وبمجهود مبادرات أهلا وسهلا فيك أميليو عيد مؤسس حفل جواز الأفلام اللبنانية أميز شكرا لك بريك صغير ومن تابع معتب السوري ستخليكم معنا